السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا معي في قناتي وفي فيديو جديد خاص بطريقة تفصيل وخياطة طراب خرجة صيفية لمحجبات القماش اللي استخدمته كراب استخدمت مترتين وناسف العرض من اسفل اللي عملته تسعين يلا نبدأ بالتفصيل في هذا الموديل رح اعمل قصة على مستوى خط الصدر رح نقيس الارتفاع من بداية الكتف الى الصدر ونسجل النتيجة بعدها نقيس الطول السفلي للفستان وذلك من الصدر او من نقطة القصة العلوية الى اسفل الرجل انا سجلت 107 للجزء السفلي والجزء العلوي سجلت 30 سنتيم او نزلت من الكتف الى الصدر ب30 سنتيم اطوي القماش على اربعة الوجه مع الوجه والحاشية مع الحاشية الحاشية هي حفة القماش نقص 107 هي النتيجة اللي سجلتها الخاصة بالطول السفلي من الصدر الى اسفل الرجل والعرض عملته 90 سنتيم ثم نعدل القماش ونقص الحاشية بهذه الطريقة ننتقل الان الى الجزء العلوي المرة هذه رح اعمل الحاشية من فوق وليست من الجنب قابلت الوجه مع الوجه تويت القماش على اربعة نزلت بثلاثة سنتيم من فوق وبدأت بالتفصيل ندخل بثمانية سنتيم نزلت بثلاثة سنتيم ارسم دائرة لرقبة الخلفية انزل بثناش سنتيم ارسم دائرة وانزل ايضا بأربعة سنتيم وارسم مستقيم هذا للرقبة الامامية ثم نقياس الكاتف نعمل قياس الكاتف زائد اثنان اطوي الشريط اضع النقطة على القماش لكن هذه المرة رح اضع الشريط على شكل طولي بهذه الطريقة نسجل النقطة نقيس الطول من نهاية الكاتف الى النقطة التي اريد ان اعمل فيها خياطة في الزراح نسجلت ثناش سنتيم حددتها على القماش بهذا الشكل بعدها انتقل الى العرض يتم قياس العرض من فوق عند القصة التي حددتها بزائد ثمانية سنتيم للخياطة واطوي الشريط ونسجل النتيجة ثم انزل من مستقيم الكاتف ثلاثون سنتيم هي الطول الذي تم قياسه بالشريط من بداية الكاتف الى خط الصدر ارسم مستقيم ذو زاوية قائمة نقيس محيط السطر زائد ثمانية سنتيم بما ان فستان خرجة زيادة ستكون ثمانية سنتيم اطوي الشريط على اربعة انحدد النقطة ثم اربط النقطة بهذا الشكل منقص اشتركوا في القناة قبل ما ننتقل لتفصيل الذراع رح اعمل قطع الطبطين من نفس القماش لكل من الرقبة الخلفية والامامية بهذا الشكل فيما يخص الذراع نقص قطعتين من القماش متساويتين اطوي كل منهما على اثنين استعين بالابر اضعها فوق بعض بعدها اضع قطعة الامام نحدد منها عرض الذراع اضع نقطة متى بقى من القماش سيكون زيادة للكشكشة عملت ثمانية سنتيم هذا الزيادة اختيارية يمكنكم زيادة اكثر من ثمانية سنتيم الطور ثمانية واربعون سنتيم تم القياس من القصة النقطة التي تم تحديدها من قبل الى اليد كما هو موضح على المنكة الصغيرة في هذا الموديل رح يكون العرض السفلي للذراع نفس العرض من اعلى ننتقل الى مرحلة الخياطة رح اعمل سرفلة لجميع القطع ثم لطوال كولونت لقطعتين الطبطين الامامية والخلفية ثم رح ابدأ بعملية الطبطين رح نقابل الوجه مع الوجه المنتصف مع المنتصف لكل القطعتين الامامية والخلفية استعين بالابر بعدها رح نخيط على بعد واحد سنتيم بعد الخياطة اعمل قصات صغيرة استعين بالمكوات لتسهيل عملية القلب هذا هو الشكل المتحصل عليه ابدأ بخياطة الكتف اقابل الوجه مع الوجه والخياطة مع الخياطة البداية مع البداية النهاية مع النهاية نخيط على بعد واحد سنتيم على كلا الجهتين بعد الخياطة رح استعين بشريط لاسقة الخاص بالخياطة اضعه اسفل قطع الطبطين بهذا الشكل ثم استخدم المكوات والسقه هذا هو الشكل المتحصل عليه انتقل لخياطة الزرع قبل ما اللسق قطعة الزرع رح اعملها كشكشة رح نزيد في غرزة الماكينة نزيد فيها حتى الدرجة الاخيرة ما نعملش في الخياطة عند البداية والنهاية يعني الخياطة نتركها مفتوحة ثم اسحب الخيط من كلا الجهتين بهذا الشكل رح تتشكل لدينا كشكشة بعدها نقابل الوجه مع الوجه المنتصف مع المنتصف البداية مع البداية استعين بالابر نعدل القطعتين مع بعض ثم انتقل للجهة المعاكسة رح اعمل نفس العملية ونخيط على بعد واحد سنتيم فيما يخص الجزء السفلي اعمل له ايضا كشكشة بالماكينة نقابل الوجه مع الوجه المنتصف مع المنتصف البداية مع البداية نعدل القماش بالابر بهذا الشكل انتقل للجهة المعاكسة نفس العملية نقوم بها ثم نعدل القماش ونخيط على بعد واحد سنتيم هذا هو الشكل المتحصل عليه بعد خياطة كامل الاجزاء الان رح ننتقل لغلق الفستان نفس العملية نقابل الوجه مع الوجه الخياطة مع الخياطة والبداية تقابلها البداية والنهاية مع النهاية رح استعين بالابر ونخيط على بعد واحد سنتيم ترجمة نانسي قنقر نفس العملية نقوم بها في الجهة المقابلة ثم انتقل للمرحلة الاخيرة اللي هي الكفة في الذراع وفي الفستان من الاسفل الكفة رح تكون مطوية على اثنين سنتيم اطوي مرة على واحد سنتيم ثم المرة ثانية ايضا على واحد سنتيم بهذا الشكل استعين بالابر بعدها بالمكوات لتسهيل العملية وتكون الكفة مطقونة ثم انتقل مباشرة للخياطة هذا هو الشكل النهائي للفستان الخاص بهذا الفيديو اللي كان طلب من طرف احدى المتتبعات لهذا القناة نتمنى ان يكون الاعجابكم ويكون الشرح واضح اذا كنتم غير متتبعين لهذا القناة واعجبكم الفيديو ما عليكم الا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد خاص بها ما تبقى الى ان اقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة